اشتركوا في القناة من هذه النعمة نعمة الكلام والنطق وطلب الله سبحانه وتعالى من كل إنسان أن يشكر الله عز وجل على نعمه حتى يثبتها الله عز وجل ويزيده منها فقال الله تعالى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ إن شكر كل نعمة بحسبها فشكر الكلام أو شكر نعمة الكلام والنطق أن ينطق الإنسان دائماً بكل خير وأن يبتعد دائماً وأبداً عن كل شر وعن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى من الأشياء التي دعا إليها الإسلام أن يعيش الإنسان في سلام ووئام فيقول الله عز وجل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله والله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى السلام هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن لذلك حرم الله عز وجل كل ما من شأنه أن يؤدي إلى عدم الاستقرار وإلى عدم السلام وإلى عدم الوئام بين الناس مما حرمه الله سبحانه وتعالى وجعله من الأخلاق السيئة النميمة لماذا؟ لأن النميمة تؤدي إلى إفساد العلاقات بين الناس النميمة معناها نقل الكلام بين الناس من أجل الإفساد بينهم يجلس الإنسان مع شخص ما فيستمع إلى كلامه ثم يذهب إلى شخص آخر يقول له إن فلان يقول كذا وكذا عنك يستمع منه إلى كلام ثم يرجع إلى الأول فينقل الكلام وهكذا حتى في النهاية نصل إلى خلافات وعدوات بين الناس إن هذا هو منهج الشيطان ليس منهج الحق تبارك وتعالى والله سبحانه وتعالى يدعونا ويأمرنا ألا نسير وراء الشيطان يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر صدق الله العظيم رسولنا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يبين لنا خطر النميمة يبين لنا جزاءها وأن لها جزاء سيئا في الدنيا وفي الآخرة فأول شيء من هذه الآثار السيئة أن الذي يتمتع بالنميمة أو يمشي بين الناس بالنميمة هو من شرار الخلق يقول عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخياركم قالوا بلى يا رسول الله قال الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل وألا أنبئكم بشراركم قالوا بلى يا رسول الله قال المشاؤون بين الناس بالنميمة المفسدون بين الأحب من الآثار السيئة للنميمة أنها سبب لشقاوة الإنسان وسبب لعذابه في القبر فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرء من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة من الآثار السيئة أن النميمة تبعد الإنسان عن دخول الجنة فإن دخول الجنة يحتاج إلى أخلاق طيبة لا إلى أخلاق سيئة فيقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام أيها المشاهد الكريم اعلم أن الأيام دول وأنه كما تفعل يفعل بك ولو بعد حين لذلك الإمام الحسن البصري يقول من نم لك نم عليك يعني من أخبرك بكلام ونقل إليك حتى يفسد العلاقات بينك وبين غيرك كذلك ينم عليك كما تفعل يفعل بك وكما تدين تدان الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا المنهج الذي نتعامل به مثل هذا الشخص فإذا جاء الإنسان شخصا ما إذا جاء شخص ما للإنسان وينقل إليه الكلام فإن الشرع الشريف يطلب منه ألا يستمع إليه وأن لا يأخذ قرارا بناء على هذا الكلام فيقول الله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم إذا جاءك الشخص الذي ينقل الأخبار من أجل الإفساد بين الناس لا تطعه ولا تسر وراءه ولا تأخذ قرارا بناء على هذا الكلام بل إن استطعت أن تمنعه من أن يتحدث معك في مثل هذا الكلام فافعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم خطر النميمة وهو يدعو إلى السلام والوئام يقول عليه الصلاة والسلام في توجيه لصحابته لا يبلغني أحد عن أحد شيئا لماذا يا رسول الله قال فإني أريد أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر فيا أيها المشاهد الكريم احرص على التخلق بالأخلاق الحسنة وابتعد عن الأخلاق السيئة وحافظ دائما على أن تنطق بالخير ابتعد دائما وأبدا عن النميمة وعن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى إن فعلت ذلك فزت في الدنيا وفي الآخرة من عمل صالحا فلنفسه ومن أساءف عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نسأل الله تعالى أن يردنا إلى الأخلاق الحسنة مردا جميلة إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير إلى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر